كما أكد شكري أن مصر حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في مجال تغير المناخ ولفت وزير الخارجية إلى تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة لتغير المناخ أكدت من جانبي على استمرار مصر في بزل كافة الجهود لرفع تموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات سواء في ما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حجد التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بواجباتها في إطار تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ أكدت كذلك خلال مباحثاتنا حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في مواجهة تغير المناخ تأكيدا على الدول الهام الذي يقوم به في هذا المجال الهام